صلاح الدين الأيوبي سلطان مبارك والله ما ذكره في نفسه وفي قلبك حرقة على الإسلام أحد ما ذكره الآن أحد إلا وبكى حزناً لما يمر بنا من الذل والخذلان والهواء صلاح الدين الأيوبي وضع على نفسه نذراً أن يخرج الفرنجة من بلاد المسلمين وأن يقتل صاحب الكرك الرومي وأن يخلص بيت المقدس من الروم وما مات حتى دم له ذلك القاضي الفاضل في كتابه عيون الروضتين قال كتب له شاب من الأسرى في بيت المقدس رقعة فيها يا أيها الملك الذي لمعالم الصلبان نكس جاءت إليك ظلامة تسعى من البيت المقدس كل المساجد طهرت وأنا على شرفي منجس وكتب في آخرها نشتاق لنسمع الأذان من الأقصى نشتاق لنسمع الأذان من الأقصى بكى صلاح الدين حتى بل الرقعة وأسس من ساعته وجعل أولى مهامه بيت المقدس وانطلق سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة للهجرة وجد بيت المقدس فيه ما يزيد عن ستين ألف رومي كلهم كلهم يرى أن يموت أهون عليه من أن يسلم الأقصى بدأ القتال غنت غنت سيوف المسلمين ورماههم في معارك تلو المعارك واستمر العصار حتى علم الروم أنهم يذلون لصلاح فصالحهم وفتح بيت المقدس صلحا لا عنوة لأسباب مذكورة في التاريخ لما دخل المسلمون الأقصى وجدوا بيت الله الأقصى مشغولا بالخنازير مهانا بالسلبان والخنازير أن الحياة الغربية فيها المراحيض رائحة النتن والمحراب مشغول بالقذر والأوساخ بكى المسلمون وشرعوا فيه تنظيف المسجد وحيطان وكسر السلبان بماء الورد والمسك وأطيب الطير كانوا يغزلون جدران الحيطان بماء عيونهم وهم يبقون حزنا وفرحا نظفوا المسجد فرشوا البسط فرشوا السجادات علقوا الخنازير وطلي فيه التنزيل لما على المؤذن وأذن ضج الناس بالبكاء عند سماع الأذان ضج الناس بالبكاء سمعوا الأذان في بكت الله حرم خدم الناس سماع الأذان فيه ثم في الرابع من شعبان من ذلك العام رقى صلاح الدين على المنبى وخطبه قال في أول كلمة بعد أن قطال البكاء قال الحمد لله الذي أعز الحق بظلال السيوف الحمد لله الذي أعز الحق بظلال السيوف ولم تزل القدس محررة إلى أن جاءت أم الشر بريطانيا وأباحتها للصهاينة لما دخل هنري جورو إن كنتم تسمعون به قائد معركة ميسلون المشهور لما دخل إلى بلاد الشاب وقف عند قبل صلاح الدين ركله برجله وقال ها قد عدنا يا صلاح الدين ها قد عدنا نعم لأن الناس نقضوا عهد الله فسلت الله عليهم غيره وأخذ بعض ما في أيديه ها قد عدنا يا صلاح الدين هذه الكلمة لم تخرج فلتة هي ككلمة بشه السابقة لما أعلن أنها حرب صليبية إنهم يقاتلون عن عقيدة حقيقة هم يريدون هذا لإعتقادات في دينهم ولمآرب عندهم المسلمون لا يقاتلون إلا لله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة